نعود إلى لندن ومراسم تشييع الملكة ونظر عن قرب مع مراسلنا جياب أبو صفية كيف تصف المشهد هذا اليوم جياب نعم فيصل ما زالت الحشود تتوافد إلى هنا إلى حيث وست مينستر هول أو قاعة وست مينستر حيث نعش الملكة إليزابيث الثانية في محاولة لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة الراحلة قبل أن تغلق أمام العامة في صباح يوم الاثنين المقبل لتبدأ مراسم الجنازة هذه الطوابير تمتد لنحو ستة كيلومترات البعض يمكن أن ينتظر حتى ثلاثين ساعة للوصول والنجاح في الوصول إلى القاعة هنا خلفي مباشرة حيث تجري إجراءات التفتيش الدقيق لكل المواطنين الذين يودون الدخول إلى داخل القاعة الجميع هنا هناك مشاعر مختلطة من قبل المواطنين البعض يتحدث أن الملكة إليزابيث الثانية كانت جزءا من حياتهم منذ ولادتهم وحتى هذه اللحظة وهذا الوداع هو ليس بالسهل الكل ينتظر هذه اللحظة للدخول أو حتى المشاركة في الجنازة من خلال التواجد على طرفي الطرقات حتى مسار الجنازة الذي سيمتد من مدينة لندن حتى مدينة وينزر في هذه الأثناء أيضا بدأ الوفود أن تصل إلى المملكة المتحدة المشاركة في الجنازة العديد من رؤساء الوزراء بالإضافة إلى الملوك والقادة والزعماء والملكات الذين سيصلوا تباعا ابتداء من اليوم رئيسة الوزراء البريطانية ستستقبل رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلندا في هذا اليوم على أن يكون هناك أيضا استقبال لعدد من القادة أهمهم ربما سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يصل هذه الليلة للمشاركة في هذه الجنازة التي ستعتبر جنازة تاريخية ربما هي الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة التوقعات بأن تكون أكبر حتى من جنازة والد الملكة إليزابيث الملك جورج السادس وأيضا الملك جورج الخامس جدها التي كانت هنا في العاصمة البريطانية لندن الكل يتطلع إلى هذه الجنازة التي ستكون الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة هناك استعدادات كبيرة جدا عمليات استعدادات من قبل الجيش والحرس الملكي البريطاني الذي يقود تنظيم هذه الجنازة الكبيرة جدا بالإضافة لاستدعاء عشرات ألاف رجالات الأمن والشرطة من مدن ومناطق مختلفة في المملكة المتحدة للوقوف على هذا التنظيم والذي سيعتبر دقيقا جدا هناك التفاصيل التي يهتم بها الجهات المنظمة أو بالتحديد القوات المسلحة الملكية التي تشارك في هذه الجنازة إما من خلال عمليات التنظيم أو من خلال عمليات النقل من العاصمة البريطانية لندن وحتى قصر وينزور سنبقى على التلاع منك دائما عن هذه التفاصيل من لندن مراسلنا جياب أبو صفية شكرا لك جياب